بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تتغر في الميزان أقيم الوزن بالقسط ولا تحسر الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصف والرحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجنم من منار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البشرقين بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار المرنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأش فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شهد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن عزم به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يورف المجرمون بسلطان فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أصنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائن ومن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخنخ ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خذر رواب قرق حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك السورة بكذل جلال والوكذرام صدقت يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر